هسألك على حاجة أنا كنت سألتها لنجومنا في الداية الإنترو والعلاقة في الوقت الحالي أو كابتن حسين بدري بيفكر فيه من هنا لغاية موتش كينيا فيه رقم واحد العلاقة ما بينه ما بين مصفى محمد رقم اثنين شارط القيادة شارط القيادة صلاح هياخدها موحمد فتحي مش موجود اوكي بس في عمر الصلاية لا لا عمر الصلاية ما لعبش قبل صلاح ده عمر الصلاية لا عمر الصلاية راح تجمعات ايام الكابتن كوبيرل ايام كوبيرل هو كابتن فريق انا مش عارف ان عمر الصلاية لا يبقى قبل صلاح يعني صلاح زوقيا نعتقد عمر ولد مؤدد ما فيش بقى زوقيا هتيجي على حساب يعني الراجل يعني فير ناف محمد صلاح القوانين بتقولي داخل الفرقة كابتنش كاف ما فيش أزمة بقى في القوانين ما انت دايما في حاجات بتتغضع عنها دايما في كابتن الفرقة بيبقى أهم شخصية في الفرقة أو أقوى شخصية في الفرقة مش لازم يكون الأقدم أمدا يعني مش بالكبر يعني كنت مثلا تلاقي مثلا دي يعني ان كابتن النادي القالي محمد فاروق هو مش الأكبر أقل سبع شهور أو ثلاث شهور من بقية موليد سنه مش بس أدمية يعني أنا شايف ان صلاح أوقع يعني أنا لعبت مثلا قبل شخص معين أو أكبر مني مثلا هو كان مثلا بيجي يقعد احتياطي لكن أنا جيت لعبت أساسي فبالتالي أخدت منه بص انت حاك وجهة نظرك تحترم بس أنا وجهة نظر ان صلاح الأوقع طيب تعامل بقى كابتن حسام مع مصطفى محمد ويمكن تتذكر كابتن حسام البدري والتصرحاته على المصطفى ما هيعد نصي شخصية مصطفى محمد مش هيركز في الكلام ده يعني هو يعني برضو لا أنا بكلم بقى كابتن حسام البدري لا كابتن حسام هيلنه هيوضح له الأمور إزاي كابتن حسام شخصية وراجل متزن ويعرف تعامل مع اللعيبة وبعدين ده قد نادي الأهلي في فترة ده انتم الدكة اللي بره كانت نجوم أجبر من اللعيبة اللي بتلعب يعني معلش الأساسي في عمي جات فترة من الفترات على حسام البدري عماد متعب قاعد على الدكة بره صحيح فحسام البدري لأ يعني حسام البدري هيعرف يتعامل بشكل جديد وخاصة ان مصطفى محمد يعني برضو لبقى كابتن حسام يتكلم عنه مقالش حاجة خلط قال يعني الولد عنده ولسه شوف لسه ما شفتش منه اللي أنا عايزه منه الدكة جنبه جدا يعني عمل الدكة علشان حسام البدري أهلي ومصطفى محمد زمالك ده مدرب منتخب مصر ده مدرب منتخب مصر ماشي اوكي انت تصريحاتك بتكون تتطلب منك الاتزان لكن ممكن تقول ان هو الرجل صريح وانت عارف كابتن حسام وانا عارفه هو كابتن حسام طب انا اقول لها حاجة لو كانت حسن شحاته هو اللي موجود وقال التصريح ده كانت هتعدي شمال؟ عشان زمالك وزمالك طب لو كان قالها على حد مصطفى محمد هو في القالي كانتش هتعدي وحصل لو ما كانش بياخد بركات كان الاعلام انت ناسي بس انت فاكر مش ناسي كان الاعلام بيولع وفي فترات ما كانش بياخد فيها واقل جمعة مثلا او اسلام الشوتر او عماد النحاس كابتن حسن قعد ياخد البطولات كلها وبيخدش عماد والجمور مولع وعماد كان مكسر الدنيا هو ياخد عبدالزاهر واقل جمعة عبدالزاهر وشادي مظبوط ولا اعنا مش فاكر الصراحة لا يعني كما عماد فترات كابتن حسن قليل جدا انه راح لمنتخب مع انه كان احسن سير دباك في مصر مفيش خلاف يعني مفيش خلاف يعني